مونير بعتور محامي ورئيس الحزب الليبرالي التونسي ورئيس جمعية شمس المجتمع التونسي أولاً قبل منع تعجز الزوجات في سنة 1956 قبل التبني في سنة 1957 قبل الإجهاض في سنة 1965 يعني منذ سبعين سنة يمكن وهذه حقوق لا تزال فيها نقاشات حتى في أوروبا يعني إيرلندا سمحت بالإجهاض منذ سنة فقط في دول العربية كل الإجهاض مجرم تعادل الزوجات مسموح به التبني ممنوع لأنه محارم في الإسلام فالمستمع التونسي بطبيعته مستمع تقدمي منفتح حداثي وبإمكانه أن يقبل المقترحات التي جاءت في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساوات أنا مساند بنسبة 100% لهذا التقرير وأعتبره تقرير ثوري وتقرير تقدمي وحداثي وفيه احترام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وفيه يعني مقترحات جدية لتغيير المجتمع التونسي وللحد من سيطرة الدين على القوانين لكن هذا يتطلب إرادة سياسية بطبيعة الحال تقديم هذا التقرير كمشروع قانون للبرلمان إما يكون بمبادرة من عشر نواب أو بمبادرة من الحكومة أو بمبادرة من رئيس الجمهورية ويجب أن يحصل على الأغلبية في البرلمان موجود الاهتلاف المدني من أجل الحريات الفردية اللي ضم أكثر من 40 جمعية كلها مدافع عن الحريات الفردية وعن حوق الإنسان وعن حرية الضمير وكلها متفقة على وجوب الضغط على المشرع وعلى الحكومة من أجل تحسين وضع الحريات الفردية في تونس الملاحقات والمتابعات متواصلة وضع المثليين في السجون متواصل الاعتداءات على المثليين متواصلة استعمال الفحص الشرعي الذي هو يعتبر من قبيل التعذيب طبقا لقرارات اللجنة الأممية لمقاومة التعذيب متواصل من قبل الدولة والدولة تقوم بعرض المثليين على الاطباء الشرعيين ليتفحصوا مؤخراتهم وللقول إن كانوا مارسوا علاقة جنسية شرعية أم لا كل هذا متواصل في تونس ومن هنا فإن عنف الدولة ولد عنفا آخر وهو عنف المجتمع لأنه نعطيك مثال المثلي لما يقع ابتزازه بصور ولا بفيديوهات تم تصويرها له وابتزازه ليدفع أموال كي لا تنشر هذه الصور ولا هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكنه الذهاب إلى الشرطة لتقديم شكاية ضد الشخص الذي ابتزه لماذا؟ لأنه لما يذهب إلى الشرطة سوف تكتشف أنه مثلي وسوف يذهب إلى السجن وبالتالي فأن المثليين ليس لهم الحق في الولوج إلى العدالة مثل المواطنين الآخرين نحن ننتظر المحكمة الدستورية يعني إلى حد الآن لم يقع إرساء المحكمة الدستورية لكن يوم أن توجد المحكمة الدستورية سوف نتوجه لها لإلغاء ما يسمى المناشير يعني مثلا منشور غلق الحنات ومنع بيع الخمر يوم الجمعة منشور غلق المطاعم والمقاهي في رمضان منشور منع التونسي والتونسية من أن يكون لهم غرفة واحدة في نزل إذا لم يكونوا متزوجين هذه كلها منشير يعني صدرت في عهد الأنظمة السابقة ويتواصل تطبيقها وهي منشير يعني مخالفة للدستور ومخالفة لأبسط قواعد الحريات والحقوق الفردية الأرقام التي تمسكها جمعية شمس في خصوص الإيقافات فقط السنة الفارطة تم إيقاف 127 شخص من أجل المثلية الجنسية أردت أن نقول أن الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي وضعه المستعمر الفرنسي والذي يجرم المثلية الجنسية في حقيقة الأمر لا يعاقب على المثلية الجنسية لمدة ثلاث سنوات سجن فقط لأن المثلي لما يذهب إلى السجن سوف يخرج من السجن وهو مثلي فنحن نعلم أن السجن لا يغير الميولات الجنسية لذلك فهو سيرجع إلى السجن لمدة ثلاث سنوات أخرى وهكذا دواليك طول عمره ومن هنا فإن الفصل 230 يعاقب على المثلية بالسجن المؤبد وليس بثلاث سنوات فقط الأحكام تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات عدد الاعتداءات بالمئات عدد الأشخاص الذين طريدوا من ديارهم بسبب مثليتهم بالمئات عدد طلبات اللجوء إلى الخارج بسبب المثلية الجنسية اللجوء إلى أوروبا أكثر من 500 طلب يعني الوضع كارثي بالنسبة للأقليات الجنسية يعني البوليس يجبرك بالتعذيب على فتح أعطاء الكود متع تليفونك ويدخل ليطلع على محادثاتك الخاصة ويطلع على صورك وعلى فيديوهاتك في تليفونك ويقع استعمال هذا كدليل ضدك أمام المحاكم لإثبات المثلية وللحكم بالسجن ونحن هنا أمثلة كثيرة في ذلك ثم عدم احترام حق المتهم في حضور محامي منذ الساعة الأولى لإيقافه هذا يعني أغلب البوليس التونسي يكتب في المحاضر عرض عليها تعيين محامي فرفض وطلب أن يجيب بنفسه يعني هذا معقول كلام شخص موقوف يعرض عليه أن ينمى محامي فيرفض يعني هذا كله كذب ثم ممارسة تعذيب يعني البوليس التونسي مازال مواصل في ممارسة تعذيب في المراكز وهذا أمر يعني ليس تعذيب ومنهج لكن مازال موجود حالة تعذيب كثيرة في مراكز الأمن التونسية واستعمال الفصل 125 من المجالة الجزائية الذي هو هضم جانب موظفي يعني إذا دفعت عن نفسك ورفضت الكلام ورفضت أن تضرب ورفضت أن تعذب يقع إحادتك من أجل أنك اعتديت على البوليس هناك تقدم على مستوى حرية التعبير حرية تكوين الأحزاب حرية تكوين الجمعيات حرية الأعلام حرية الصحافة هذه المجالات فيها تقدم كبير جدا فيعني تونس متقدمة في هذا المجال وتونس يعني فيها هامش حرية أكبر من الدول المغاربية الأخرى لكن أنا أعتبر أنه بشيكون فما يعني في دونتخنمون يعني في ضروري لأن المنطقة مرتبطة ببعضها ولون فما ثورة في الجزائر سلمية والجزائرين إذا نجحوا في ثورتهم هادم سوف يغيرون قوانينه في مجال العمل الجمعوي وعمل في مجال الحرية الفردية وأتمنى للمغرب أن يتقدم في مجال الديمقراطية وأن يصبح ملكية دستورية حقيقية وأن يحترم حقوق الأقليات وحقوق الأفراد والحرية الفردية وأن يسمح بالعمل الحر للجمعيات ضروري أن المجتمع المدني أن يتهيكل أن يتوحد أن يكون له صوت مسموع في الأعلام أن يقوم بتدويل القضايا على المستوى الأعلامي يعني حالات الإيقاف حالات الاغتهاد حالات التعذيب حالات عدم احترام حقوق الإنسان كل هذه يجب تدويلها هذه دول صغيرة دول مغربية ودول يعني لها إحساس بأن صورتها في الخارج مهمة فمن المهم بالنسبة للمغرب خاصة اللي هو بلد سياحي أن تكون له صورة جميلة في الخارج وبالتالي فأن الحديث في الإعلام العالمي عن حالات الانتهاكات حقوق الإنسان والحرية الفردية سوف يجعل من الحكومة المغربية في وضع حرج ويمكن أن تتراجع عن سياستها القمعية الحالية الدين الإسلامي يجب أن يبقى في دور العبادة يجب إلغاء الدين من الحياة السياسية لعدم التداخل بين الدين والسياسة ويجب أن تكون الدولة علمانية الدولة شخص معنوي لا يمكن القول بأن الدولة دينها الإسلام الدولة لا تصلي الدولة لا تصوم الدولة لا تزكي الدولة لا تذهب إلى الحج فكيف يمكن أن تكون مسلمة؟ الأشخاص الاعتباريون ليس لهم دين وبالتالي يجب أن تكون الدولة محايدة تجاه جميع الأديان وأن تكون علمانية بطبيعة الحال العلمانية هي أساس الديمقراطية العلمانية هي تحمي جميع الأقليات وتحمي حق حقوق الأغلبية يعني العلمانية ليست معادية للأديان بالعكس العلمانية هي التي تحمي حرية المعتقد وحرية ممارسة الأديان وتحمي الأقليات من تغول أصحاب دين على أصحاب دين آخر أمل دالي هي أنا وحدة المغرب الكبير يصمم بتمزغة يعني أنا بنسبة لي أنا هو ليس مغرب عربي وإنما هو مغرب أمازيغي فتح الحدود إلغاء الحواجز الديوانية بين الدول المغاربية تمنيتي كذلك بدول أكثر انفتاحة أكثر ديمقراطية أكثر علمانية وبدول تحترم أقلياتها ولا تجرم الميولات الجنسية المختلفة عن الغالبية هذا الشيء له أشياء الثاني أقول للتونسيين والمغاربيين الذين يعتقدون بأن المثلية الجنسية مرض أقول لهم هل المرضى بالسكري أو بضغط الدم أو بالقلب تضعونهم أيضا في السجن؟ أنتم تدوونهم وبالتالي إن كان لكم دواء لما تدعون أنهم مرض وهو المثلية الجنسية فأتونا بهذا الدواء وسوف نأتي لكم بجائزة نوبل للطب اشتركوا في القناة